الموضوع الانتشار المستقيمي للضوء الهدف أتعرف على كيفية انتشار الضوء في الأوساط الشفافة أو الشافة المتجانسة أتنبه وأبحث أفتح نافذة غرفة النوم بجزئيها الخشبي والبلوري صباحاً في يوم مشمس ماذا ألاحظ؟ نلاحظ دخول أشعة الشمس في شكل خطوط مستقيمة ألاحظ منارتين السيارة ليلاً كيف يبدو مسار الضوء؟ يبدو مسار ضوء منارتين السيارة ليلاً في شكل مسار مستقيم أتأمل الصورة وأشرح كيفية انتشار ضوء الدراجة ينتشر ضوء الدراجة في شكل خطوط مستقيمة أفكر بمناسبة كأس العالم في كرة القدم التي دارت باليابان وكوريا في شهر جوان 2002 شهد فراس مباراة على الساعة الحادية عشرة صباحاً وأشار المذيع إلى أن المقابلة تدور على الساعة الثامنة ليلاً بالتوقيت المحلي وتحت الأضواء الكاشفة كيف نبرر وجود النهار ببلادنا ووجود الليل باليابان؟ نبرر هذا الاختلاف باختلاف التوقيت من بلد إلى آخر لأن الأرض تدور حول نفسها فينتج عن ذلك ظاهرة تعاقب الليل والنهار أفسر يحدث الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها وذلك أثناء دورانها حول الشمس تدور الأرض حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق أي عكس اتجاه عقارب الساعة وتحتاج عملية الدوران حول المحور كاملة 23 ساعة و56 دقيقة و49 ثانية ويتم احتسابها 24 ساعة يحدث النهار عندما تكون الأرض معرضة للشمس أثناء دوران الأرض حول نفسها أي أن الكرة الأرضية تنقسم لوجهين القسم الأول الذي يتعرض للشمس ويكون نهارا والقسم الثاني الذي لا يتعرض للشمس ويكون ليلا لذلك يلاحظ الفرق في التوقيت والساعات بين الدول النشاط الأول أخذ ورقة وأقوم بلفها في شكل أنبوب وأنظر من خلالها إلى مصدر ضوئي كشمعة أو مكشاف هل أرى الضوء من خلاله؟ نعم يمكننا رؤية الضوء من خلال الأنبوب النشاط الثاني أعيد التجربة بعد ثاني الأنبوب هل أرى الضوء؟ لا، لا يمكننا أن نرى الضوء لأن شكل الأنبوب الجديد يمنعنا من ذلك بسبب وجود كسار فيه النشاط الثالث أخذ ثلاث مربعات من الورق المقوى قيص ضرع كل مربع عشر سنتيمترات أرسم قطري كل مربع ثم أحدث ثقبا في نقطة التقاطع بين القطرين وأثبتها على طاولة بحيث تكون الثقوب على استقامة واحدة أضع مصدرا ضوئيا حسب الرسم التالي ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أنه بإمكاننا رؤية الضوء المنبعث أي اللهيب من مصدر الضوء أي الشمعة وذلك من خلال الثقوب المحدثة في الأوراق الثلاثة وذلك بسبب تواجدها على استقامة واحدة استنتج ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة والشافة المتجانسة حسب خطوط مستقيمة أطبق النشاط الأول ما رقم الأرنب الموجود في مسار ضوء المكشاف؟ الأرنب الموجود في مسار ضوء المكشاف هو الأرنب رقم واحد هل نستطيع مشاهدة الأرنبين اثنان وثلاثة؟ لماذا؟ لا نستطيع مشاهدة الأرنبين اثنان وثلاثة لأنها ليست في مسار ضوء المكشاف النشاط الثاني أتأمل صورة التالية وأفسر لماذا لا تصل أشعة الشمس كلها إلى سطح الأرض؟ السبب الذي يمنع وصول أشعة الشمس كلها إلى سطح الأرض هو تواجد السحب التي تغطي جزءاً من الشمس وبالتالي تحجب بعض أشعتها عن الأرض النشاط الثالث أكمل تعمير الجدول بوضع علامة X في الخانة المناسبة الأوساط الخشب الكحول مياه البحر السطحية ماء الغدير كومة رمل انتشار الضوء ينتشر الضوء أو لا ينتشر الضوء في الخشب لا ينتشر الضوء في الكحول ينتشر الضوء في مياه البحر السطحية ينتشر الضوء وفي ماء الغدير كذلك ينتشر الضوء أما في كومة رمل فإن الضوء لا ينتشر أي لا ينتشر الضوء أقيم مكتسباتي السيارة والدراج يسيران في نفس الاتجاه هل بإمكان سائق السيارة مشاهدة الدراج؟ لماذا؟ في هذه الحالة لا يمكن لسائق السيارة مشاهدة الدراج لأنهما ليس على استقامة واحدة أثري معلوماتي أبحث عن خصوصيات انتشار الضوء سرعة انتشاره في الهواء ينتشر الضوء بسرعة كبيرة في الهواء سرعة انتشاره في الماء تختلف سرعة الضوء في الماء عنها في الهواء وتسمى هذه الظاهرة بالانكسار ينكسر ضوء الشمس عند اختراقه لسطح البحر ويتم امتصاصه وتشتته بعد ذلك من قبل الجزيئات الصلبة الموجودة في الماء حيث يتم امتصاص معظم الطيف المرئي الضوء في العشر أمتار الأولى من سطح البحر ولا يستطيع الضوء أن يصل إلى أبعد من عمق 150 مترا حتى في حالي كان الماء خاليا من الشوائب إذا علمت أن سرعة أشعة الشمس 300 ألف كيلو متر في الثانية وأن الزمن اللازم لوصولها إلى الأرض هو ثمان دقائق فما هي المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس؟ الجواب 300 ألف كيلو متر ضرب 480 ثانية يساوي 14 ألف وأربعمائة ألف كيلو متر أو 144 مليون كيلو متر تقريباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر